ما هم الأشياء اللي مسؤول عليهم السائق السيارة أو صاحب السيارة في الفحص يعني مرة على الأقل في الشهر أو مرة في الشهرين أو الحاسل أو مرة حتى على الأقل مرة مرة باش إنسان ما يقاش في مشكلة على غفلة عندنا الأشياء اللي ضرورين بيشاف حصمه صاحب السيارة أو السائق أو صاحبة السيارة كانت مدام ولا كانت مسيوك كان راجل اللي هو عندنا زيت الفرامل هو أول حال زيت الفرامل هذي عندنا أنبوبة تشعلنا في التبلو ولا محالة تشعل هي مع فرامل يد في نفس الأنبوبة في نفس الأنبوبة وعندنا النيفو هنا نشوفوه يبدأ يبان هنا زيت نقص على ليش؟ لأنه ينقص على الأمبرياج مثلا شفت الأمبرياج النفو متعوين هذا يد برياج حدو هنا وقت ينقص أكثر من هذا ما عادتها رو من الفرامل شفت العميين 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 الستويريتي هي يعني ضمان يعني موغطيون قصة زيت على الدبرياج ما يكمل زيت الفرامل لأن زيت الفرامل هذه الزبوزة هذه المغتومة على 2 نصها الفقاني للدبرياج هاو الدبرياج ماشي هذه الخرطوم ت premiers المضخمت على المرياج ترمبود المرياج النص الثاني تابع للفرامل تابع للنص معها إذا كان فرقة جملة معتها المشكلة في الفرامل نفسها وإذا كان فرقة حتى لنصف كبرك فقط وعمرة واحدة يعني مش فجأة يعني فجأة معتها عندك مشكلة اللي فما ضغط الدبرياج ولا حاجة فيها تضييع أو فيها مشاكل هذا زيت الفرامل نجيو زيت المحرك من هنا نفحص زيت المحرك هذا اللي يفضح منه زيت المحرك نجدوه نشوف زيت المحرك هنا النفو متاع ويجب أن يكون النفو متاع حتى الهنائك شرطوه حتى الخطة الثانية هذية ونفهم الكحولية خطة الثانية خط الأول هذا كمينموم وخط الثاني ماكسيموم ورجعوه إذا كان ناقصه لحاجة نزيدوها أو نشوفه المشكلة الأمنية صبان زيت المحرك من هنا بالنسبة السيارة هذه يعني نغلبي السيارات كلهم ديما صبان زيت المحرك من فوق ديما هذا صبان زيت المحرك من هنا هذا بالنسبة السيارة المحرك نجدوه للماء الماء عندنا إذا كان يكون الدبوزة أو الخزان يعني النفو متاعه واضح نظيفه يشوفه إذا كان الماء يبان بالعين هو هذه ناقصة شعرة إذا كان الماء بان بالعين ما يهمش وحتى في حالة فم حرارة في السيارة وانت يعني ما شغلتش المحرك وتحب تزيد الماء والمحرك سخون إذا كان تشوف الماء بالعين زيد ما تخافش إنه ما ما تشوفهش بالعين ما تزيدش هنالين نشوفه الماء المتعال محرك السيارة عندنا هنا نجدوه للماء المساحات الماء المساحات هذي هنا دي ما تلقى الطبع متاعه على جنبه صفرة هكذا صفرة بالنسبة لتعباته هذا عبي لي الفم ما يهمش ما يعمل شي خاطر ما تشوفه فم أنواع فيهم جوج بقياس وفم أنواع له أنت كان يعني احتجب الصب الماء صب حتى يتعبل الأخر وسكر عليه ما تخافش منه ما يعمل حد شي يعني زيد يرميه كل هذه الحاجات اللي يكون مسؤولة عليها صاحب السيارة شخصيا وليس ميكانيكي أو غيرها يعني هذه الحاجات اللي يجب أن يشوفها هو شخصيا